دمرت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن 13 عربة مدرعة روسية حول قرية ديمتريفكا على بعد 5 كم جنوب غرب ضحية كيبة وأظهر شريط فيديو دبابات ومعدات عسكرية تقيلة روسية مدمرة بحسب صحفي وكالة فرانس بريس وقالت القوات الأوكرانية أنها حررت سلسلة من البلدات والقرى التي كانت تسيطر عليها روسيا بالقرب من العاصمة في الأيام الأخيرة وفي مدينة إيربين حيث يسد أدمار الحطام بعد القتال الدامي الذي دار بين القوات الأوكرانية وروسية للسيطرة عليها وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ملائقين عن 200 من سكان إيربين المدينة الواقعة في الضحية الشمالية الغربية لكييف خلال المعارك العنيفة التي شهدتها منذ بدء الغزو الروسي وبداية الأسبوع الجاري أعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على هذه المدينة ويقدر عدد السكان الذين بقوا فيها نحو 3500 شخص بعدما كانوا 60 ألف نسم قبل الحرب